وزير الداخلية النمساوي سنراجع تلقائيا طلبات اللجوء للسوريين القادمين من مناطق آمنة ويمكن في السياق نفسه مجلس المحاسبة بينتقط نقاط الضعف في برامج الرعاية أو رعاية اللاجئين في النمسا موضوع الوزير الداخلية هو بيؤكد وبيلوح والكلام ده كان من زمان قوي أن أي حد هيشوفوه يكون مسكنه أو انتماؤه من سوريا بس من المناطق الآمنة فهم بيقولك أن المفروض الشخص ده هياخد رفض ولا يوجد له بطاقة لجوء على الجانب الآخر دوان المحاسبة النمساوي بينتقد أن البرامج برامج ضعيفة برامج لا تسعاد على الاندماج برامج لا تقدم للاجئين حجم المستوى المناسب لعملية الاندماج في المجتمع النمساوي جميل جدا يعني شوفو أستاذي الكريم يعني فعلا لو بنا نيجي نتحدث سلة نحنا مع السيد جرهة كارنار ووزير الداخلية وكل بساطة شو عم بيقلنا اليوم عم بيقلك أنه بدي يقوم بترحيل أكد وزير ده أن المهربين يجنبون النمسا حاليا من مقدارة الخفاض على هذه الهجرة غير الشعب بالنسبة 65% على عكس الاتجاه الأوروبي العام وبالنسبة 97% في ولاية بورغنلاند الحدودية مع المجر وأشار إلى رغبتي في اتخاذ خطوات على المستوى الأوروبي لمنع جميع الأفغان والسوريين من الحصول على حق اللجوء في أوروبا والنسبة لسوريا أكد الوزير أن المناطق المحيطة بدمشق ومناطق أخرى تعتبر آمنة مما يستدعي مراجعة تلقائية منح اللجوء للسوريين وينطبق الأمر نفسه على أفغانستان بالتالي يا سيد الكريم نيجي على الخبر الثاني بقولك مجلس المحاسبة ينتقد نقاط الضعف في برامج رعاية اللاجئين في النفس يعني تعال نتحدث سلة بطريقة علمية وبعيدة وبعيدة عن الخطاب الشعبوي وبعيدة عن أي تجييش ما لو بدنا ناخد نحن مسألة اللاجئين بدنا نقسمها لجزئين ماشي لاجئين نجحوا بالدخول إلى النمسا ولاجئين لم ينجحوا بالدخول إلى النمسا طيب من لم ينجح بالدخول إلى النمسا نحن بنحاول أنه ما يدخل إلى النمسا صح؟ هذا ما يقوله طب واللي دخل إلى النمسا واللي حصل على حق اللجوء دي هذه المحاسبة بيقول لك ما في حالة اندماج حقيقي ما في حالة اعتناء حقيقي بالليزي حصل على الإقامة السنوية ما في عناية حقيقية ما في إدخال حقيقي لسوق العمل إضافة لذلك ما في اهتمام بحالة الاستقرار وحالة السكن وبيتركوها مشاع للصومالي وللعراقي ولأبو علي ولأبو حسان ولأبو مغارف شو هدول اللي عاديين عم يتضحكوا وعم ينصبوا على الناس وشركات يهودية وشركات عربية أو أفراد شركات يهودية وسماسر عرب هم فعليا اللي عم يمارسوا حالات الاحتيال بالمساكن بفيينة تحديدا يعني هايزا بنا نيجي نحن مشان اللي عم يسمعنا يعرف عن شو عم نحكي وبالتالي تركوهم ليلاقوا مصيرهم تلاحظ انت سيد الكريم عاديين بدون يحاربوا الناس اللي دخلوا والناس اللي ما دخلوا عفوا واللي دخلوا تركوهم ليواجهوا مصيرهم صحيح في مساعدات صحيح في تأمين صحي ولكن هذا الشخص هذا الشخص بده هو فعليا بده بده يلاقي بده يلاقي فعليا يعني حياة حقيقية بده حدا يساعده كيف يستمر وكيف يبدأ وكيف وكيف يتابع بحياته فبالتالي يا سيدي الكريم مع الاسف وزير الداخلية جيره تارنر مستمر بممارسة فعليا حملة انتخابية هذا الكلام غير مسؤول اي ترحيل لسوري او رفض لجوه هذا لا يتوافق مع القانون وكل لاجئ سوري رفض لجوه بحقله يستأنف بحقله يلجأ لكافة المحاكم من ضمنه محكمة العدل الأوروبية لأنه بلده منكوب وبلده في ست سبع جيوش حاليا موجودين بسوريا وبالتالي كل حالة المحاربة وكل حالة المحاصرة اللي تعم بيقوم فيها حزب الشعب صراحة هي ستنتهي هذا الضجيج كما سميناه في البداية هذا الضجيج سينتهي فعليا بعد الانتخابات المقبلة ترجمة نانسي قنقر